اشتركوا في القناة تكون منخفضة خاصة على الهضاب العليا أما على السواحل ستقار بـ 14 بالعاصمة وضواحيها نفس المقياس باتجاه وهارا وأيضا ضواحيها 1 بماسكا الغاليزان وشرف 9 بسطيف 1 بقسنطينا 16 بعنابا 8 بالهضاب العليا الوسطى والغربية 18 بغردية زلفانة وبرريان 20 بالوحد تحديدا ببسكرا 16 ببشار 18 ببني عباس 23 بيتين دوف غارج بيلة وحسي مونير أما بسحراء الوسطى على أولف أدرار عيسى حوائي درجان ستتراوح من بين 19 حتى 22 درجة أما بالجنوب الشرقي بمرتفعات الهوغار والتاصيل يوصولا إلى منطقة إليزي ستتتراوح من بين 17 حتى 21 درجة ومن بين 28 حتى 29 ببورج باج مختار وعنكزام خلال الظاهرة وكما قلت وضعية جوية بدون تغيير أما درجة الحرارة ستقارب 28 بالعاصمة 29 بمسكرا غليزان وشرف 30 بوهران واتي مثلا أما بالجهاء الشرقي ستتراوح من بين 29 حتى 22 بعنب أقسنطينة وسطي فصول إلى بويرامدية وبليدة 25 لـ 24 بالهضب العليا الوسطى والغربية بمنطقة الجفة الأغوض وأيضا البيت 33 ببشار نفس المقياس ببناء عباس مع بعض أزهوبة رمليا 40 درجة بيتين دوف غارج بيلات أزهوبة رمليا ستتسحف نحو أدرار أولف وعين صلاح لتتراوح درجة الحرارة على مدن الصحراء الوسطى ما بين 37 حتى 38 درجة بمرتفع الوكر التاصلي وصول إلى إليزي تتراوح ما بين 32 حتى 38 درجة ومن الـ 41 حتى الـ 41 ببورج بج مختارة عند الزام وعين أزهوبة حالة البحر اليوم غد إن شاء الله سيكون من قليل الإطراب إلى منطرب على طول الشريط الساحل وفق رياح شمالية غربية على السواحل الشرقية تتحول إلى شمالية شرقية على السواحل الوسطى والغربية وتتراوح سرعتها من 10 إلى 30 كم في الساعة الخيطة موك العدى بالمعلومة الفلاكية التي تهم الجزاء العاصمة وضواحها غدا الأحد 6 أكتوبر 2019 الشرق سيكون في تمام الساعة السادسة و46 دقيقة أما الغروب سيكون في تمام الدقيقة الـ 24 بعد السادسة لأكثر تفاصيل حول الوضعية الجوية توصلوا معنا دائما على الشرق أونلاين والشرق نيوز تيفي متابعة طيبة مع بقيد ورمد الشرق اشتركوا في القناة